تتزال بيروت المدينة المنكوبة تحت وطأة الصدمة غدات انفجار ضخم أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أربعة آلاف بجروح وتشريد ثلاثمائة ألف مواطن فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في مرفأ بيروت والمباني المدمرة من قلبي سلام لبيروت من قلوب الناس لبيروت سلام بتلك الكلمات تفاعل أردنيون وعرب مع انفجارات مرفأ بيروت التي خلفت عشرات الضحايا وآلاف الجرح فداحة الكارثة تفوقت على أي وصف فالمدينة البحرية الوادعة باريس الشرق وقبلة الفن والشعراء استيقظ أهلها اليوم على هذه المشاهد المؤلمة الانفجار الذي خلف أكثر من مئة ضحية وأربعة آلاف جريح وشرد ثلاثمائة ألف بيروتي وسط إعلان السلطات اللبنانية العاصمة مدينة منكوبة بعد انفجار نتج عن تخزين ألف وسبعمائة وخمسين طن من مادة نترات الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت السيناريو المرجح في هذه الحالة حسب المعلومات المتوفرة وجود تخزين مادة نترات الأمونيوم وهذه مواد تستخدم لعدة استخدامات لكن في حالة تعرضها لدرجة حرارة يمكن تحليل هذا المركب إلى بطريقتين ممكن بطريقة من سميها الأولى اللهب البسيط أو البطيء فيمكن تحليل هذا المركب إلى ماء وغاز الضحك وفي حالة اللهب الشديد يمكن تحلل إلى ماء وأكسجين لكن في كل الحالتين يمكن ينتج عنها حرارة وممكن يكون فيه انفجار لأنه سرعة الانفجار 2500 كيلومتر في الثانية محافظ بيروت مروان عبود قال إن نحو نصف المدينة تضرر أو تدمر مضيفا أنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها حيث هزى الانفجار كل لبنان وصولا إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلومتر المشهد مأساوي ركام وبقايا دخان من حرائق وأبنية وبيوت لم تعد موجودة بلا شك هذا حدث غير عادي وبالتالي سيكون له انعكاسات مفصلية على الداخل اللبناني أولا توقيته يأتي في وقت تم تجفيف لبنان اقتصاديا وانتقال لأزمة مجتمعية الآن هذا الحدث في رمزيته يعزل لبنان ويفاقم أزمته الداخلية على ثلاثة مستويات المستوى الاقتصادي المستوى الاجتماعي والمستوى الأمني وبالتالي هو يقص شريط فكرة إعادة تدويل القضية اللبنانية ودخولها إلى مسرح الدولي مجددا في مشهد مشابه أيضا في 2005 لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وبحسب مصدر فإن المواد الموجودة في المستودع مصادرة منذ سنوات من باخرة في مرفأ بيروت حدث بها عطل وموضوعة في العنبر رقم 12 في المرفأ وشيرا إلى أنه لم تتم متابعتها على النحو المطلوب إجراءات السلام العام المتخذ في مرفأ بيروت ليست بالمستوى الحد الأدنى المطلوب وعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن نفرات الألمنيوم أو الأمونيا هناك في الأردن لدينا تجارب كبيرة بهذا الجانب لبنان الذي يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه مع تدهور في سعر العملة وقيود على الودائع المصرفية وتضخم وغلاء في الأسعار إضافة إلى خسارة الآلاف من الوظائف وفي غمرة ذلك كله أضيف إليه وباء كوفيد 19 شهد لبنان كارثة أخرى يأمل كل من يحب تلك المدينة بأن تخرج منها البلاد وقد استعادت عافيتها وصورتها المشرقة البهية ترجمة نانسي قنقر